بعد طول غياب عن المشهد في مصر عاد حزب الدستور قبل عدة شهور إلى المعترك السياسي من جديد بعدما تجاوز خلافات داخلية طوطها انتخابات أصفرت عن تولي النشطة السياسية جميل اسماعيل رياسة الحزب وبات الحزب الذي حظى باهتمام بالغ مع تأسيسه قبل نحو عشر سنوات أمام العديد من التحديات الداخلية والاختبارات السياسية التي ترسم مصاره خلال المرحلة المقبلة وحول الحزب والسياسة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يدور حواري مع جميل اسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري مرحب بيكي أستاذة جميلة أهلا بيكي في البداية أستاذة جميلة من الانتخابات الداخلية في 2014 وحتى انتخابات عام 2022 مسيرة طويلة من الخلافات الداخلية في الحزب كيف تم احتواء هذه الخلافات وصولا إلى الانتخابات التي شهدناها العام الماضي؟ هو من 2012 من وقت تأسيس الحزب اللي هو خرج من رحم الفورة واللي هو كان بيعبر عن أمال وأحلام وطموحات الناس في التحرير يعني اللي كانت بتتمنى يبقى فيه بيت بيقدر أن هو يحتوي هذه الأحلام وهذه الأمنيات واحنا دائما كنا فخورين أن حزب الدستور قدر يعمل ده فعبر الفترة من 2012 لـ 2022 أكيد زي أي حزب آخر موجود وخرج بعد ثورة وحدث كبير في تاريخ يعني في تاريخ الشعوب دائما كنا نشوف الأحزاب اللي هي بتخرج بعد الأحداث الكبيرة بتبقى عبارة عن مظلة واسعة تحتها طيارات وفيه تنوع كبير وفيه يعني اختلافات وخلافات وإلى آخر فده كان موضع طبيعي يعني يبقى فيه اختلافات وفيه خلافات داخل الحزب لكن كمان في الحقيقة الأجمل في 2012 أنه كان فيه عمل دقوب جدا لبناء هذا الحزب حتى 2014 و15 وطبعا بعدها كان فيه فترة من فترات الركود نتيجة أسباب كتير يعني لها علاقة بالمجال السياسي وإغلاقه بس في الحقيقة الحزب كمان قدم تضحيات كبيرة جدا يعني احنا عندنا للأسف شيد ناس سجنوا وناس توفوا داخل سجنهم وللأسف شيد ناس تطارت أن يتغادر وتبقى عايشة برة لحد النهاردة عندنا ناس اختافوا قصريا للأسف شديد عندنا ناس عانوا في أرزقهم ومصالحهم وأعمالهم هل تأثر الحزب بعد اختيار وكيل مؤسسي محمد البردعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية في 2013؟ هو دكتور محمد البردعي كان منذ بداية نشأة الحزب وتأسيسه كان مقرر أنه هو مش هيستمر كرئيس للحزب فترة طويلة وكان مقرر أنه هناك رئيس آخر سيترشح وهيبقى فيه انتخابات داخلية في الحزب غادر الرئيس الحزب محمد البردعي وكمان بعده رحل عدد من القيادات والأعضاء للأسف شديد استقالوا والحزب دخل في مشوار طويل كان فيه محطات كتير احنا بنعتز بكل المحطات دي لأن احنا بنعتبر أنها جزء من مشروعياتنا وشرعياتنا النهاردة مشوار دسم جدا جدا كان معنا شخصيات كتير مهمة وكتير معروفة في انتخابات 2014 حتريد خطيها بقائمة انتخابية شاركة فيها قرابة 200 عضو وفازت رئيسة الحزب السابقة هلا شكر الله ب 108 صوت وفي انتخابات 2020 شاركة أقل من 500 عضو هل هذا هو كل قوام الحزب حاليا؟ أبداً احنا في الحقيقة في مهمة استعادة ألاف كانوا موجودين في الحزب أنا كنت أمين تنظيم في 2014 و2013 وكان عندنا قواعد بتصل ل 8000 عضو فاعل وعامل ونشط حالياً قد إيه؟ احنا نهاردة بنحاول نستعيد يعني هؤلاء الأعضاء والعضوات طبعاً وبنحاول أن احنا يعني نسترد الطاقة والروح اللي كان موجود في 2013 وفي 2014 لكن ما تقدريش تقولي رقم دلوقتي عدد قوام الحزب الحالي قد احنا بنحاول نستعيد 7000 أو 8000 صوت العضو اللي كانوا موجودين في 2013 في قواعد الباني البعض شايف أن حزب الدستور بيستمد شهرته بالأساس من أعضاء المؤسسين وخصوصاً نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البردعي ولكن لا ظهير شعب له على الإطلاق كيف تتعاملين مع هذه الأراءة؟ في الحقيقة لو كان ده حقيقي ما كانش الحزب استمر عشر سنين بعد رح لكناه غير مشارك في البرلمان الحالي أيوة هو هيشارك إزاي وهو عانى معاناة عصيبة جداً في السنوات الماضية احنا نتكلم على عدم القدرة على القيام بأقل الأشياء احنا لحد النهاردة مش قادرين نعمل مؤتمر خارج حدود المقر اللي احنا لسه واخدينه بعد ما حصلنا على خمسة تبروك بالمناسبة الله يباليك فقصو ده أقول ان احنا عيشنا تحت مش احنا بس احنا ومعظم أحزاب الحركة المدنية لكن كلنا عيشنا من أحزاب الحركة المدنية ممثلة في البرلمان وانتو حزب يعني مش الأغلبية مش الأغلبية لا أغلبية الأحزاب المشاركة في الحركة المدنية ممثلة في البرلمان حتى لو كان تمثيل ضعيف إنما الدستور مش موجود تماماً هو حزب دستور كان عنده موقف من الانتخابات في لحظة معينة وكان عندنا موقف بالمقاطعة عندما تم استخدام القوة المفرطة وبعد استشهاد شايماء الصباق يعني احنا كان عندنا مواقف قبل كده تخص موضوع المشاركة لأنه احنا مش ممكن حنشارك وهناك استخدام غير مبرر واستخدام فيه كان خشونة كبيرة مع أعضاء الأحزاب ومن هم محطين بهم من جماهير وظهير زي ما حارتك بتقولي لكن في الحقيقة لو رجعنا 2014 و2014 لما كان عندنا هذه القدرة في الحركة حارتك تعالي شو فيه احنا كان عندنا مية وحاجة مقر على مساوي جمهورية كان عندنا ظهير شعبي محترم جداً كان عندنا عدد كبير من الأعضاء حتى لو كانوا الأعضاء 8000 زي ما حديك بتقولي في بلد تعدادها 100 مليون ده ما ينتبهش ظهير شعب لدخول في منافسة قوية على السلطة أو الحكومة حارتك فاكرة وقت الثورة احنا كنا في الأول كتلة صغيرة احنا كنا أقلية وقمنا بهذا العمل وهذا التغيير ولما تحقق أو تحققت النتيجة مصر كلها نزلت تسقفت ورقصت واحتفلت وفرحت دي الكتلة الديناميك الكتلة الديناميكية اللي هي تقدر تغير تقدر تسحب وراها أعداد أكبر من أين يأتي تمويل الحزب حاليا؟ لا في الحقيقة عنا عندنا يعني يعني احنا تعتبرين ناس فقراء احنا برضو من فقراء المجال السياسة لأن انت قلت ممكن وده تصريح غريب بعد عشر سنوات على إنشاء الحزب أو على تأسيس الحزب قلت ليس لدينا مقرات ولا موارد مالية ولا حساب في البنك ولا أوراق ولا ترخيص هل ده بيعتبر تعسف حكومي أم تقصير إداري من الحزب؟ لا هو بيعتبر نتيجة يعني واضحة ومفهومة ومبررة لكل اللي احنا عنينا منه عبر السنوات الأخيرة من قمع ومن ظلم ومن تديق ومن كل شيء فالطبيعي إن اللي كان بيتبرع مش حيتبرع طبيعي إنه اللي بيتم تحذيره منه هو يدفع اشتراكات في الحزب أو حاجة ما بقاش بيدفع طبيعي إنه المقرات مش قادرين ندفع إجاراتها فبنسبها الطبيعي إنه لا فيه أولويات فيها إنك بتتفعي الفلوسة المعايكة للكفالات بتتفعي الفلوسة المعايكة لإعاشة المسجونين أعضاء من الحزب لرعاية أسرهم وهكذا ففيه أولويات تحولت الأولويات من المصروفات اللي هي اللي بتوجه للحزب لمصروفات أخرى من نوع تاني بتوجه للي بيتم إلقاء قبضة عليه وحبسوا احتياطيا في السجون خلينا أسألك سؤاله اسمحي لي مع علاقة الحزب بالسفارات الأجنبية الموجودة في مصر هل في علاقة؟ بمعنى يعني بمعنى هل بيتكلموا معاك على قوانين على مشروعات قوانين على دور الحزب السياسي دلوقتي في مصر إحنا كان موجود عندنا في الحفل حفل الافتتاح كان موجود أعتقد بعض الدبلوماسيين اللي إحنا في الحقيقة بنشوف أنه إحنا كأحزاب إحنا كأحزاب إحنا كل شيء بالنسبة لنا بنشتغلوا في العلانية إحنا ما عندنا شيء هل تتلقوا منهم تمولات أم لا؟ أو دعم أو سؤال تعتقدين أنا كنت حابقا قاعدة هنا أو قاعدة بره بيتي أو دعم خليني أقولها بشكل أو بره بيتي لو السؤال ده ممكن يبقى ورد بأي شكل من الأشكال سؤال كمان اسمحيلي هل لديكم جامعية بتتبع الحزب؟ لا ما عندنا جامعية بتتبع الحزب لأنه ممكن سؤالي لي سبب أنه الرئيس السابق أو الرئيس الأسبق للحزب كانت لديها جامعية خاصة تتلقى تمولات ودعمة من الخارج وده شيء معروف طيب أنتقل لنقطة أخرى برضو أنا مش عارفة بدقة حريدك تقصودي إيه لكن يعني إحنا الحزب حزب الدستور لا يتلقى دعم من الخارج أو من الداخل من أي حد غير أعضاؤه حتى هذه اللحظة البرادة أي من الوجوه المحسوبة حاليا على معارضة النظام هل أخترتي أي جهة بعارض الفيديو الخاص بالاحتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيس الحزب؟ لأن الجميع تفاجأ آه بس أعمل دليل يعني دكتور محمد البرادعي هو رجل له قيمة كبيرة وكان في الحقيقة هو الملهم وهو صاحب فكرة تأسيس هذا الحزب وهو اللي شارك في تأسيسه وكان رئيسه الشرفي فأقصد أنه الوضع الطبيعي أنه ما يتمش تغييب الدكتور محمد البرادعي من هذه الفعالية والوضع الطبيعي أنه نسمع صوت الدكتور محمد البرادعي في هذه الاحتفالية والوضع الطبيعي أنه مش بس الدكتور محمد البرادعي اللي يبقى موجود لكن أي حد عنده طاقة وخبرة يقدر يديها النهاردة للشباب في مصر يديهم والوضع الطبيعي أنه الجهات اللي حارتك بتشيري لها هي اللي تدعي الدكتور محمد البرادعي إنه يقع حاضر مثلاً في الحوار الوطني ده الوضع الطبيعي لكن لم تخبري أي جهة ولم تتلقي أي مكالمات من أي جهة بعد عرض الفيديو هل هذه مقدمة لعودة الدكتور محمد البرادع لمصر يعني في الحقيقة عايزة أحط برضو كل شيء في حجمه لأنه بعد ظهور الفيديو ده كان فيه عدد من الشائعات وكان فيه هجوم على البوست نفسه أتصور أنها لجان اشتغلت عليه لكن لجان تابعة لبعض الأجهزة لكن هو في الحقيقة دكتور محمد البرادع أخذ قرار في 2013 أنه هو بيخرج تماماً برا الماشهد السياسي عودته للظهور كان من خلال كلمة عايز يوجهها في هذا الاحتفال ومناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الحزب والأعضاء حزب الدستور فيه ما كان ليهم عنده هل مسموح لك بعمل أي نشاطات برا جدران الحزب أو برا المقارة حالياً؟ نهائياً إحنا جربنا وقدمنا على حاولنا ناخد تصريح علشان نعمل مؤتمر أعتقد كان في الدأهلية وحتى هذه اللحظة لم نحصل على تصريح بس أنا كمان متصورة أنه إحنا رايحين تجاه استحقاقات انتخابية قادمة فأنت متخيلة ممكن إزاي مثلاً حد ينزل؟ طبعاً على ذكر الاستحقاقات الانتخابية القادمة كيف تتخيل المشهد الانتخابي القادم أو خليني أسأل السؤال بشكل آخر هل لديكم مرشح أو تفكرين في مرشح للانتخابات الرئاسية يخوض الانتخابات المقبلة؟ ما هو البعض قال اسمك البعض اقترح اسمك أو تردد أنه ممكن تترشحي الانتخابات الرئاسية أنا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة هو السؤال في موضوع الاستحقاقات الانتخابية يعني أنا كنت لسه حالاً بقول لحضرتك أنه يعني سواء بقى انتخابات رئاسية هل إحنا متخيلين أن في حد ممكن النهاردة يتصور أن فيه انتخابات رئاسية هتحصل؟ وإحنا غير قادرين على أن إحنا نتكلم بره مقراتنا؟ طب إنتي هتعملي إزاي مؤتمر جماهيري مثلا؟ إزاي هتقدري تتواصلي مع الناس؟ إزاي هتقدري تستعيدي تاني ظهيرك الشعبي الموجود في الشارع؟ هتعملي ده إزاي؟ وإنتي لا عندك مساحة أنك تتحرك في الشارع ولا عندك كمان إمكانية أنك تظهري في الأعلام الأعلام العمومي يعني الرسمي أو الإعلام المصري نعم هتعملي ده إزاي؟ يعني إزاي هنعمل ده؟ فقبل الكلام عن انتخابات الرئاسة هو لابد أن إحنا نبقى عارفين أن فيه المجال لابد أن هو يبقى مفتوح وموجود وقليات متاحة للناس أنها تشتغل على فكرة الانتخابات الرئاسية وعلى فكرة كمان أنه لما يجي يترشح ما تبقاش دي عملية فدائية يعني حريتك متخيلة كل ما هتسألي حد لو هو اسمه كان مطروح أو عايز يترشح أو بيفكر في الترشح حيعتبر دائما أنه إعلانه عنده عملية فدائية يعني الأحزاب المشاركة في الحركة المدنية هل لم تتوافقوا حتى الآن على مرشح انتخابي أو حتى بتتحدثوا بشأن الانتخابات الرئاسية؟ لا إحنا بنتحدث في شأن الانتخابات الرئاسية كاس العالم مطش مباراة البرتغال مع سويسرا على رغم من أن كريستيانو رونالدو ده كان من أنجح وأهم اللاعبين إلا أنه المدرب سانتوس تقريبا قرر أنه هو يخليه يعني أو ينحي جانبا ويتعامل مع فريق كامل وعمل رهان كبير جدا وقتها وكانت النتيجة أنه نتيجة أنه كان فيه إحساس أنه ربما يكون رونالدو عب على الفريق اللي هو فيه تقات وفيه خبرات وفيه يعني فيه تقات وفيه بتتقلق وده اللي حصل ظهر راموس وظهر تقريبا كانوا ستة واحد أو ستة مين لكن الانعكاس ده على الوضع السياسي الحالي أنا أقصد أقول أنه إحنا نتكلم في عشر سنوات من حكم هذا النظام عشر سنوات حكم هذا النظام أتصور أنها هي فترة كافية تم فيها الوصول لهذا الموقع ولهذا المنصب بتأييد شعبي رهيب تأييد ما حصلش عليه أي رئيس سابق عبر التاريخ في مصر يعني هو قبل حتى ما يبقى رئيس كان عنده تأييد شعبي كبير جدا وتفويل طبعا وبعد ما أصبح رئيس عشر سنوات بيحكم بلا أحزاب معارضة بلا نقابات بلا أعلان وعليه أن يتنحى جانبا أقصد أنه التغيير أصبحتني وده اللي احنا بنراه وده اللي احنا شايفين أنه ده اللي ممكن ممكن ده يبقى ده الأمل في أنه الناس تخرج برا الأزمة الموجودة واللي هم عايشينها دلوقتي على ذكر الأزمة حضرتك كان لكي حوار في التلفزيون المصري وقلتي أن الكلمة كانت مبتورة حينما تحدثت عن الشركات المملوكة للجيش المصري ريجيم أوند انتربرايز ليس لجيش أنا كلمت عن الشركات المملوكة للنظام اللي هو ريجيم أوند انتربرايز وإيه المقصود بالريجيم بعض بيفسرها أنها الشركات المملوكة للجيش أو للأجهزة أو بالصبت أو مع الكيش لماذا تهاجمين هذه الكيانات لا إحنا مش بنهاجم هذه الكيانات إحنا كل اللي بنسعى لي أنه يبقى فيه مساحات للقطاع الخاص أنه يرجع تاني يشتغل ويعني يسترد عفيته إحنا مع وجود نساء ورجال أعمال محترمين بس القطاع الخاص بيشارك هذه الشركات في الأعمال في الحقيقة وجود هذه الكيانات يعني ثبت أنه معطل جدا للقطاع الخاص وقطاع الأعمال اللي عانى عبر الفترة الأخيرة إحنا هنا مش ضد الجيش طلاقا بالعكس إحنا بنثمن جدا وجود الجيش وإحنا عارفين كويس أوي أن مصر إقليميا بتحتاج إلى جيش قوي ومفهوم تماما مصر تاريخيا سواء موقعها أو دورها بتحتاج وكمان إحنا كمان يعني مهتمين أنه الوحدات القتالية في الجيش اللي بيشارك فيها كمان يبقى عنده امتيازات ندية وعينية معاشات بعد ما يخرجوا كل شيء لكن ده يحصل بشكل مقنن يحصل بشكل شفاف يحصل بشكل لكن هذه الشركات البعض على الجانب الآخر بيقول أنها سهمت في سد فجوة موجودة في المجتمع المصري سواء فجوة سلعية سواء توفير أسعار سواء حتى بشاركة القطاع الخاص معها فبالتالي يعني البعض بيرى أن دورها مهم والبعض التاني بيرى أنه خلاص يعني آن الأوان إلى انسحابها التدريجي من المشهد وأنه يبقى فيه مساحات أكبر أمام مرة تانية لقطاع الأعمال رجال وسيدات الأعمال الموجودين يعني الناس ترجع تاني تشعر أنه عندها مكان تشتغل فيه ممكن أقول لحضرتك حاجة مش ده بيرجعنا تاني لمشهد مبارك واحتكار رجال الأعمال للمشهد مش بالضرورة مش بالضرورة أكيد في شيء بين ده وبين ده ممكن أن احنا نختاره وممكن نشجعه وممكن ندعمه ويؤتي بثمار أفضل على الاقتصاد المصري حضرتك أيضا قلت في المداخلة التلفزيونية أن خطاب المؤتمر الاقتصادي تعامل مع المواطنين كأنهم عبء كيف شعرتي بذلك؟ المواطن لم يشارك في الأزمة اللي احنا فيها المواطن يعني احنا مواطنين مش عاية لأننا ما شاركناش في ده ما شاركناش في السياسات ولا شاركنا في ولا احنا ممثلين بالمعنى فبالتالي صعب أن أنت طول الوقت تحسس المواطن أنه هو السبب أنه هو اللي لابد أنه يتحمل التحمل عمره ما هيجي في غياب المشاركة يعني اديني أي تبرير منطقي يخلي أي حد يفكر أو يقتنع بفكرة أنه يتحمل أنه ما يبقاش في شيء ما على صفرته أو أن أديني الدخين على رمضان أو أنه ما يبقاش فيه اللقمة اللي بتتحط في شنطة المدرسة حضرتك دشينتي مع تجمع للأحزاب العربية والإفريقية لمطالبة بإسقاط ديون الشعوب الإفريقية الأكثر تضرورا من التغير المناخي الذي تسبب فيه الدول الغنية ما تفاصيل هذه المبادرة؟ المبادرة هي منطلقة من فكرة أنه إحنا لابد نفعل شيء لتخفيف هذه الأعباء ولا سيما أنه إحنا نتكلم على إحنا كحزب معانا مجموعة من الأحزاب المصرية أتصور أن الكل حيوقع مش فقط الحزبين ثلاثة اللي وقعوا لحد النهاردة إحنا هنبقى محافظين والإصلاح والتنمية والعدل وعدد آخر من الأحزاب جاري توقيعها وكذلك أحزاب عربية وأحزاب أفريقية موجودة في الدول أو بين الشعوب الفقيرة مش الدول الغنية طيب إحنا ليه بنعمل ده؟ بنعمل ده لأنه يعني بالنسبة للسياسات الإقراض المفروضة يبقى فيه معايير ما موجودة عند الجهات اللي بتقرد حتى تقرد دول معينة المعايير دي ما كانتش موجودة في أحوال كتير مش بتكلم هنا عن مصر لكن في معظم الدول تسببت في أنه حصل الإقراض والإقراض ده ما تمش صرفه على التنمية المستدامة ولا على ما يخص المواطن العادي إحنا النهار ده حنتوجه وحنطالب سواء الدول اللي هي المقردة أو الجهات المقردة إنها تحاول إنها تصحح أخطاءها دي أخطاء من أقرد مش أخطاء من اقترد أخطاء من أقرد حندغط بكل الطرق علشان نخفف من على الأقل هلديتي أوراق ضغط في هذا؟ يعني هنحاول محاولاتك يعني إحنا كأحزاب هنحاول نعمل ده لو ما نجحناش النهار ده هننجح بكرة يعني حتى لو مش الشهر ده ممكن يبقى بعد شهور قادمة لكن بإذن الله هننجح سازة جميلة تقييمك لمصار الحوار الوطني حتى الآن؟ إحنا منتظرين الحوار الوطني إحنا يعني بنتصور إنه كلما اتفتح أمامنا مش الباب الشراعة بتاعت الباب يعني إحنا الشراعة اتفتحت ولسه بنحاول نشوف في أبواب خلف هذه الشراعة باب وراء باب وراء باب بنتمنى إن إحنا نبدأ في هذا المصار والبروستس ده كله على بعضه يبتدي لأنه في الحقيقة إحنا محتاجين نقدم الأفكار الموجودة عندنا محتاجين نصل من خلال هذا الحوار لإصلاح سياسي لأنه مفيش إصلاح اقتصادي حيتم إلا من خلال الإصلاح السياسي ومصرين إن إحنا نكمل هذا المشوار لأن إحنا أحزاب بنعمل في السياسة ونهجنا هو العمل السياسي السلمي مش التحرك الثوري في اللحظة دي وبالتالي محتاجين اللي قدامنا يتطمن إن إحنا إحنا مش متهورين إحنا خطبنا منضبط إحنا عارفين إن الناس فوق صفيح ساخن فهمين كويس جدا إنه اللحظة لحظة قصية على الكل وعارفين إنه فيه أزمة لكن محتاجين كمان اللي قدامنا يبقى فاهم إن إحنا إحنا جايين علشان نشارك في القضاء أو في رفع البعاني عن الشعب في لحظة في الحقيقة لحظة إحنا جميعاً بنتأثر بيها وجميعاً تحت ضغط هذه اللحظة أنا مشكورة جداً أستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري شكراً جزيلاً بمجودك على شاشة بي بي سي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً